اشتركوا في القناة فترتي وعايزة تعملي حلة سهلة وسريعة وبسيط حضري الحلدة مفيش اسهل منه وطعمه خطير حلج البطة والرولات السنبون اللي عاملها بطريقة معاكم بسيطة جدا النوعين هنعملوا من الباف باستري تحفى تحفى معتقدش مفيش حد ما بيحبش الحلدة خطير يا جمعة قولوا لي انتو بتسمو ايه حلج البطة ده بتسمو ايه يلا بينا هنحضر مع بعض اول حلة فيهم عندي كده باف باستري هاجبها وتكون يقبسية تكون طبعا من الفريزر وحطها على رف التلاجة تهدى ما تبقاش مياه خالص لان لو انت طرية جدا مش هتنتفخ معاك في الفرن دي قطوة مهمة جدا لازم تكون برودتها معقولة انا هقطع دلوقتي بالاول واحدة اللي هنعملها حلج البطة هقطع كده الواحدة اتنين بعد كده اربعة يعني عايزة كل واحدة تكون اربع مكعبات اربع مكعبات مظبوطة جدا علشان لما هنعمل لها هنحشيها الحشوة بتاعتها هسيبها لكم في نهاية الفيديو تمام يعني الحشوة اللي هنحشي بها حلج البطة هنحطها في نهاية الفيديو تمام كده طيب انا رصيتهم خلاص هدينهم دهنا بسيطة جدا من الزبدة وهدخلها الفرن تنتفخ بقى كده وتتحمص وتبقى جميلة وهي اثناء تتحمص تعالوا بقى نحضر مع بعض التانية بقى لها الرولات التحفة دي هجيب كده اربع حبات هحتاج كده اربع حبات كل حبة بص هفردها فردة بسيطة بيدي وهي بردة يعني هي بصوا ساعة مش 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 سخنة ولا مية ولا حاجة لان هو ده سبب ليخليها مقرمشة مرفوخة تمام؟ لاني ناس كتير جدا بتخرب منهم الباف بسري لان بيطلعوه ويسيبوه يوم بره مع كده يشتغلو بما ينفعش ابدا الفاف بس تلالي بفريزر يهدى تشتغلي على طول فيه طيب انا دهانتو اول واحدة زبدة اللوتس وقفلت عليها بواحدة تانية والجزء التاني عملتها لها النوع التاني حاطت زبدة وحاطت عليها رشد تارسين وكاكاو وسكر بودرة سكر بونية تمام؟ وبس كده هبدأ اضغط عليهم بيدي الاتنين وابدأ اقصهم صوابع طويلة بعد ما قصتهم صوابع طويلة هبدأ انا الفهم الرولات تمام؟ الحشوة بقى انت ادار تحشيها نوتلا يحشيها بستاشيو يحشيها زي ما انت عايزة وفيك كمان ما تحشيهاش حاجة وتعملي الحركة دي وتتخطي بينهم طبقة زبدة وتلي فيهم رولات وبعد ما تخلصيهم تخطي على وشهم حليب مكثف او سيرب تمام؟ يعني انت ليكي الخيار بقى في النكهة اللي انت حبت اللي تستمتع بها ايه هي بس انا حابتعملكم بتاعة السينبون دي سهلة وبسيطة وفعلا خطيرة ويا سلامنا ما تقدميها مع سوس النوتلا او سوس الشوكولاتة الداربك السايحة مع الكريبة وتغمسيها فيها كده وتاكل واستمتعي خلصنا الرولات بتاعتنا تمام هنيجي نجيب بقى ايه اللي تطلعناها خلناها الفرن شايفين انت اتنفخت ازاي وبقت جميلة هو ده يا جماعة اللي بيخلي الباف باستر ينتفخ لما تكوني انت بتطلعهم الفريزر دايريكت هتطلعهم كده هحطهم في الطبقة ده بس يهدوا شوية قبل ما تحشيهم علشان الحشوة ما تسحش جوا فاسيبوه بس هيه ده سنة كده يعني دقيقة بس انا هنا هحط الرشد سمنة وهحط زبدة قصدي وهحط عليهم الرولات اللي أنا عاملاها الخطيرة دي الطحفة اللي بصهم ما قعدتش سواني اللهم بارك خفيفة جدا وطعمها طحفة مقرمشة كده تغيير تغيير من كل يوم نعمل سامبوسة بالجبنة سامبوسة بالكيري لا تغيير فاهمني بصوا بقى الجمال دي حشنها بقى باي بال باي تي باي ربي بالكاستر تمام ودي التانية المقرمشة دلوقتي انتو هباجب لكم الحشوة وهنحشيها مع بعض برضو هنا بس الرولات دي بعد ما نشفت كده ستها تهوت سنة ونزلت عليها آآ اسمو ايه زبدة اللوتس بقى عندي حشوة دي بقى عندي قصدي حلج البطة وعندي الحالة التانية ده اللي هي خطير بقى خطير من هنا البكرة رأيكم فيهم طيب هنعمل بقى دلوقتي الكاستر الكاستر هي الحشوة اللي عاشت فيها حلج البطة حطيت هنا معلقة كبيرة من الكاستر وعليها كباية من الحليب وهقلبهم على النور بعد ما تقلبوا حطيت عليهم اشطة اللي هي الجمر حوالي برضو معلقة كده كبيرة وبس خلاص وهقلبوا ما أقلبهم بعد كده هنقلهم في طبقة أو في علبة وغطيها بستريتش راب وادخلها التلاجة تسعة تمام هتجمل بس شوية عشان ما ديجي تحشي بيها طيب يا حبايبي تمام كده زي ما انتوا شايفين كده جبنا القطع الباف بستري واخدنا الكاستر اللي سيبنا في التلاجة برد جدا وبدأنا نفتحه كده ونحشي بيها بص المنظر خطيرة رأيكم بقى ألز حالة ممكن تحضريه بجد تحفى تحفى من هنا البكرة بعد كده هاجيب السيرب واسقي بيها أو أي حاجة أو ممكن تحطي حالي مكاستر بس كده وكده وسنة نهاية الحلقة ما تنسوش تيجوا معي عليتي وبالفيسبوك باسم عرانا العبوتي أستودعكم الله لازل تطيع وداء